الحالة المدارية في بحر العرب تتطور من منخفض مداري عميق إلى إعصار من الدرجة الأولى وفق مراكز الإرصاد والإنذار المبكر محافظة أرخبيل سقطرة الأكثر تضررا من هذا الإعصار حيث شهدت سواحل سقطرة طقصا عاصفا منذ ساعات الصباح الباكر مع بدء التأثيرات الغير مباشرة للعاصفة الإعصارية خبراء الطقص توقعوا أن تتطور حالة الإعصار خلال الساعة القادمة مع اقترابها من السواحل اليمنية الأخرى المناطق المتأثرة بالحالة المدارية ستشهده طول أمطار شديدة الغزارة تؤدي إلى جرايان جارف للأودية إضافة إلى ارتفاع أمواج البحار التي قد تصل إلى 6 أو 7 أمطار وذلك على سواحل بحر العرب تقارير المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر ومعطيات الرصد الجوي إضافة إلى التنبوات العددية وصور الأقمار الصناعية كلها أشارت إلى أن باقي السواحل اليمنية أيضا مهددة بذلك التوقعات بتطور هذا الإعصار لفتت إلى تحركه باتجاه الغرب في المناطق الحدودية لليمن وصلطنة عمان لم تكتفي مراكز الأرصاد والتنبؤات الرسمية بالحديث عن الصورة العامة للحالة المدارية التي تتطور إلى إعصار يهدد السواحل اليمنية بل كان التحذير للمواطنين والصيادين وأصحاب القوارب أبرز ما لفتت إليه حيث دعت الصيادين في السواحل اليمنية إلى عدم التوجه للبحر حتى انتهاء الحالة المدارية ونقل قواربهم لمناطق آمنة مراقبنا أشار إلى ضرورة توجه أنظار الجهات الحكومية والمسؤولة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الإعصار المهددة به السواحل اليمنية لافتة إلى حالة الطقس المصاحب للعاصفة الإعصارية حيث ستتشكل السحب الركامية مع إمكانية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المياه الإقليمية اليمنية إضافة إلى رياح ناشطة تتراوح سرعتها من 20 إلى 28 عقدة